كارثة من كوارث العصر بعد وجبات الصراصير وبودرة الحشرات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا تأتي الولايات المتحدة لتشجع على تناول اللحوم المصنعة في المخبر لماذا هؤلاء يقومون بهذه الأعمال؟ لماذا يشجعون على تبديل خلق الله؟ حتى يتبين لهم أنه الحق طبعا هم يقولون أن ذبح أو تناول اللحوم من البقر والغنم وغير ذلك يضر بالبيئة يعني السبب غير علمي على الإطلاق نحن تناولنا في حلقة سابقة أنك إذا أخللت وأنقصت من عدد كائن معين أو جنس معين في بيئة معينة ستنهار هذه البيئة تحدثنا عن جزيرة اختفت منها القطط فأصبحت قاحلة جرداء لأن القطط كانت تحدث توازنا مهما من خلال تناولها لبعض القضاء على بعض الجرذان وكذا فانتشرت الجرذان وأكلت الأخضر واليابس في مكان آخر اختفت الذئاب اختفت الذئاب ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الأرانب تكاثرت بشكل كبير وأكلت كل شيء وأصاب المنطقة هذه الجفاف لذلك أحبتي في الله لا تصدقوا هذا الكلام مع العالم أنه يصدر من من يسمون أنفسهم علماء نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وضع قانون للتوازن البيئي على الأرض أي خلل يصيب هذا القانون سيؤدي إلى كوارث يعني أعطيكم مثال على ذلك الله عز وجل جعل الأنعام تتكاثر بطريقة كبيرة جدا بأعداد كبيرة جدا بينما الأسود والوحوش والذئاب وكذا تتكاثر بأعداد قليلة جدا لماذا؟ هل هي مصادفة؟ هل هو عبثة؟ لا لأن هذه الأنعام هذه الخراف وهذه الأبقار والإبل وغير ذلك تتكاثر لتغطي حاجة البشر من اللحوم بينما الأسد والنمر والفهد وهذه الحيوانات مفترسة غير مطلوب أن يكون عددها كبير لأنها لو كثرت تكاثرت بسرعة وبكثرة ستقضي على كل شيء وستدمر الكوكب على فكرة لذلك أيها الأحبة الهدف الحقيقي هو تغيير خلق الله صدقوني لأن هذه الأنعام موجودة على الأرض منذ ملايين السنين قبل الإنسان وتتكاثر بشكل طبيعي والذي يدمر البيئة اليوم الإنسان يدبرونها بالحروب والتلوث والأشياء المشاريع العملاقة غير المفيدة التي لا تقدم خدمة للبشرية هي فقط رفاهية لهم وبالتالي أيها الأحبة هذا ما يسبب التلوث والاحتباس الحراري وليس وجود كائنات تعيش على الأرض هذه الكائنات موجودة منذ ملايين السنين يعني أنظر معي في أستراليا عندما تكاثرت الجمال الإبل وهم يعلمون أطباؤهم ونحن نشرنا هذا الكلام يقولون إن لبن الإبل مفيد جدا لعلاج مرض السكري ولحم الإبل غني أيضا بالمعادن والفيتامينات والعناصر المفيدة للإنسان وهو صحي ولذيذ طب لماذا يقتلون الإبل؟ وعلماؤهم يقولون إن لحم الخنزير فيه مشاكل كثيرة ونحن تحدثنا عن هذا الموضوع لا دعي لأن نكرر هم علماؤهم يقولون هذا طب لماذا تقتلون الإبل التي هي غذاء صحي ولا تستفيدوا منها وتحرصون على تربية الخنزير الذي فيه مشاكل لحمه فيه مشاكل كثيرة هذا السؤال طيب بعض الدول تسعى للتخلص من البقر يعني أنا لا أجد أي تفسير أخي الحبيب لهذا الكلام لما أشاهده الآن بعيني إلا هذه الآية الكريمة هذا هو التفسير المنطقي الذي أراه يقينا الشيطان تعهد أنه سيغوي بني آدم ويضلهم ويزين لهم ليأخذ أكبر عدد منهم معه إلى نار جهنم في القرآن الكريم إبليس ماذا يقول متوعدا بعد أن رفض السجود لسيدنا آدم وطرد من الجنة قال ولآمرنهم أي لبني آدم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا يمنيهم بحياة أفضل يمنيهم بأمنيات يكذب عليهم بها لأن كل شيء اخترعه البشر كان فيه نتائج كارثية خذ مثال الأدوية التي يخترعها البشر لا يوجد دواء اخترعه البشر ليس له آثار جانبية أبدا انظر إلى اللحوم المصنعة اللحوم الطبيعية ولكن التي تسمى بالوجبات السريعة أضرار هائلة جدا كوليسترول وضغط دم ومشاكل في القلب إلى آخرين انظر إلى المشروبات التي اخترعها البشر المشروبات الغازية كم تسبب من مشاكل في الكبد والكليتين وهشاشة العظام وغير ذلك وانظر إلى معظم الأشياء التي اخترعها الإنسان طيب الله سخر لكم هذه اللحوم الطبيعية الآمنة اللذيذة المغذية التي فيها فوائد كثيرة باعترافكم لماذا تقومون بتصنيع وعلى فكرة موضوع تصنيع ليس تصنيع من مواد خام لا هم يأتون بخلايا حيوانية أصلا يعني الخلايا موجودة ولكن يجري تكاثرها في المختبر وإضافة مواد مغذية وسوائل معينة ومواد معينة وبخلطات معينة حتى يظهر شكلها مثل اللحم هذه تسبب السرطان أيها الأحبة ولكن طبعا لا يقولون هذا تماما إذا أردت أن تصدقني أنظر كيف يروجون للشذوذ الجنسي الآن وكل أطباؤهم يحذرون من المخاطر القاتلة لهذا الشذوذ على الأقل كل إنسان شاذ لابد أن يصاب بأحد سبعة أمراض منقولة جنسيا مثل الزهري والسيلان وحتى الإيدز وبكتيريا أخرى عنيفة وفيروسات عنيفة جدا تستهدف فقط الشاذين جنسيا بالإضافة لي أنواع من السرطان تحدثنا عنها لا أحب أن أتحدث بهذه المواضيع يعني مقززة فعلا وأمراضها مؤلمة جدا وتكلف الدول التي تدعم الشذوذ الأمراض هذه تكلف مليارات الدولارات سنويا علاجها ومنهم من يموت لا يستجيب جسمه للعلاج طيب بنفس الوقت يقولون لك الشذوذ الجنسي يسبب أمراض منقولة جنسيا وعنيفة جدا وبالملايين بالملايين تصوروا كل يوم يعني ربما الرقم مرعب كل يوم حسب منظمة الأمم المتحدة مليون إصابة جنسية جديدة كل يوم يعني هل تتخيل مع الرقم طبعا هذا إحصائية عالمية منشورة على موقع الأمم المتحدة طيب أنت ترى هذا الشذوذ وترى النتائج الكارثية ثم تشجع عليه وتعاقب من فقط ينبه على هذا الموضوع يعني في الغرب يعاقبون أي شخص فقط يحذر من خطورة الشذوذ هذا هو يعني أنا هذا هو الاضطراب الملحد مضطرب عقليا ثق تماما وهذه دراسة تحدثنا عنها هذا ليس كلامي هذا كلام علماء قالوا كل ملحد لابد أن يعاني من اضطراب نفسي لأنه يعتقد بداخله عكس ما يقول بلسانه وخير دليل الدراسة التي قدمناها تقريبا قبل عشر سنوات جامعة هلسينكي حيث وجدت تلك الباحثة أن الملحد في داخله إيمان عميق بالله سبحانه وتعالى ولكنه ظاهريا ينكر هذا الإيمان وبالتالي يحدث لديه اضطراب وتناقض في دماغه تجد أن دماغ الملحد متناقض يعني هو يعلم أن الشذوذ الجنسي يسبب مشاكل كثيرة جدا على الرغم من ذلك يشجع عليه ويمنع من يحذر منه كذلك هذه اللحم المصنعة سيظهر لها عندما تنتشر طبعا سيظهر لها مشاكل كثيرة وأمراض كثيرة وسيصرون على استهلاكها لأن ليس لديها مشكلة أيها الأحبة تعرفون أن الذين يتحكمون بالعالم اليوم قلة قليلة نحن تحدثنا في لقاء سابق عن واحد بالمئة من سكان العالم يمتلكون ثلثي ثروة العالم واحد بالمئة حسب الدراسة التي نشرناها مؤخرا ارجعوا إليها بعنوان يمحق الله الربا واحد بالمئة من سكان العالم وهذه الدراسة نشرتها عام 2023 منظمة أوكسفام البريطانية تقول أن واحد بالمئة من عدد سكان العالم يمتلكون ثلثي ثروات العالم والتسعة وتسعين بالمئة يعيشون على ثلث ثروات العالم تخيل أخي الحبيب كم وبالتالي هؤلاء لا يهمهم يعني هذه الواحد بالمئة لا يهمها التسعة وتسعين بالمئة ماتوا أم عاشوا أم غير ذلك لذلك أخي الحبيب أنا أعتبر أن كل ما نشهده وسنشهده وسيتطور ويزداد أكثر للأسف لأننا لأن الساعة قريبة جدا وكل هذا من أمارات الساعة فأنا أعتبر أن هذا يتم بوحي من الشيطان الشيطان هو الذي يسير هؤلاء الذين يضعون مثل هذه القوانين التي تخالف فطرة البشر وتخالف الطبيعة تخالف قانون الاستفاء الطبيعي الذي يؤمنون به تخالف نظرية التطور التي يؤمنون بها هم يؤمنون بنظرية التطور نظرية التطور تقول لك يجب أن تحافظ أو هناك توازن بيئي دقيق جدا جدا موجود في الطبيعة وينبغي عدم المساس به فإذا ما تم التخلص من هذه الأبقار أو الأغنام أو غيرها من مصادر اللحوم التي خلقها الله ستحدث كوارث كثيرة جدا في البيئة وبالتالي أخي الحبيب نحن كمسلمين نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام يعني والله الله أرسل لنا هذا النبي رحمه يعني مثلا واحد مثلي أنا لو لا القرآن لو لا تعالي من نبي عليه الصلاة والسلام الذي نبهنا وحذرنا من أين سنعلم من أين سنتجنب مثل هذه الكوارث وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ انظروا إلى عمليات تغيير الجنس في أمريكا وأوروبا والسويد وغيرها انظروا إلى كيف يغيرون خلق الله يعني الإنسان الذي تعود على اللحوم الطبيعية التي خلقها الله يستبدلونها تارة بالحشرات وتارة بالديدان وتارة بالنمل والآن اللحوم المصنعة في المخبر ويعني كل هذه هي أنا أسميها جزء من مشروع تغيير خلق الله الذي يقوده إبليس فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه الكوارث وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق